شهدت مواجهة مولودية الجزائر وشباب قسنطينة سابقة هي الأولى من نوعها في كرة القدم الجزائرية بعدما أصدرت رابط الوطنية قراراً تمنع فيه أنصار السياسي من التنقل إلى الجزائر العاصمة لمؤازرة فريقهم خوفاً من نشوب أعمال شغب وحماية لحياة أنصار الفريقين على خلفية أحداث مباراة العام الماضي رئيس رابط الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار أكد أنه إلى جانب القرار الذي أصدرته هيئته يدعم ويثمن مبادرة جلسة الصلحة التي تسعى لتدسيدها بعض الأطراف معتبراً إياها خطوة كبيرة لتدسيد الروح الرياضية في الملاعب الوطنية إذا كانت فيها نقدر دين المبادرة وإذا كانت في جمعية أخرى دين المبادرة نحن نثمن ونكون حاضرين وهذا هو الهدف الآن والصلح يكون بين كل الفرق الجزائرية بين المناصرين الجزائريين لأننا نحن شعب واحد وهذه كرة القدم فرجة ورياضة لجنة أنصار شباب قسطنطينة بدورها مستعدة للطي صفحة الخلافات مع أنصار المولودية وذلك من أجل تفادي أي انزلاقات مستقبلاً خاصة وأن الندي القسطنطيني لديه عدة تنقلات إلى الجزائر العاصمة فيما يخص قادي تصرح إذا كانت هناك مبادرة يعني من ناس اللي راح ترعاها ويكون الطرف الآخر يعني قصدي يعني ممتلي أنصار مولود في العاصمة يكون عندهم يعني نية حسنة في الصح احنا بالطبع حين نرحبوا به ومدى بنا يعني نطويوا صفحة الخلافات هذه اللي ما عندها حتى مستقبل وما عندها حتى معنا وراح نكونوا قلالوا أدن رحبوا بالفكرة هذه ونمشيوا فيها إن شاء الله ورغم أن قرار بنع جماهير السياسي من حضور مواجهة فريقهم أمام العميد تصب في مصلحة الجميع إلا أنها أفسدت جمالية هذه المواجهة وغيبت الفرجة في المدراجات وخلف الشاشات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر